لو الحكاية فيها إنا ذيكي السيدالي زي والدكتور أسنان جميعهم لهم نفس الأهمية بالمنظومة الطبية بل السيدالي هو أكثرهم أهمية لأنه لو لا الدواء ماذا سيكتب الطبيب لن يجد الطبيب ما يكتبه وبالتالي الدواء له الأهمية الأساسية في المنظومة نطالب كادر عادل لجميع فئات المنظومة الطبية أطباء سياضلة أسنان ونطالب أيضا وزارة الصحة بعدم تطبيق الحوافز التي هي ليس في مصلحة المنظومة لكي تعلمي أننا لسنا قوة إلا قوة مهنة ولكن أنت ما نتركنا إلى فعل هذا نريد من الحكومة وزارة خاصة بالسيدالة والتصنيع الدائي والإدارة والإدارة المركزية وكل حد خاص بالشؤون السيدالية يكون بها رئيسها سيدالي مش عايزين خالص أطبها لأنهم لن يعنون في شيء ولن نعنيهم ولن ينفعونا وأرضوكم بالنسبة للقانون الفين وخمسة لقانون ثلاثين واحد وثلاثين اللي حكمت فيه المحكمة الدستورية بتطبيق المادة بتعديل المادة ثلاثين واحد وثلاثين بأن الصيدالي الحكومي يفتح صيدالية في الوازم ماشي ماشي في ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا